اشتركوا في القناة اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحب الحقيقي حلقتنا النهاردة على كلام الله لنا في الكتاب المقدس عزيزي المشاهد إبراهام لينكون من أشهر رؤساء أمريكا الصادقين قال جملة مشهورة جدا قال أنا مؤمن أن الكتاب المقدس هو أحلى هدية أعطاها الله للبشرية بنقر في الكتاب المقدس مزمور 32 عدد 8 النبي داود قال لنا أن الله وعدنا أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك يا سلام الله أرسل لنا الكتاب المقدس لأنه بيحبنا لو أريد العهد الجديد الانجيل أنا متأكد أنك هتقول ابتهج أنا بكلامك كمان وجد غنيمة وثرة كمان وجد غنيمة وثرة دا مزمور 119 الحقيقة كلام الله في الكتاب المقدس هيغير حياتك تغيير إيجابي وهيرشدك إزاي تعيش أحلى حياة في آية بحباه جدا في مزمور 34 عدد 8 بتقول زوقوا وانذروا ما أطيب الرب توبة للرجل المتوكل عليه يا سلام توبة يعني يا بخت سوكلام الله في الكتاب المقدس هيفتح عينيك ويعرفك إن ربنا حلو قوي وطيب أول وأهم شيء إنك تعرف ربنا قال إيه قالك إيه زي مثلا ما بتعرف إن فيه أكل حلوة في مطعم معين وبعدين بتروح تكلها لما تعرف ربنا قالك إيه وتصدق كلامه هتختبر علاقة شخصية رائعة معاه يعني هو هدف البروغرامات دي كلها اللي احنا بنعملها وكل التعب بتاع الناس اللي بتشتغل في محطة الساتللاي دي عشان تقولك ربنا قالك إيه لأنك لما تعرف ربنا قالك إيه إنت بقى بتختار إنك إنت تصدق كلامه ولما تصدق كلامه هتختبر الله كشخص حي يعمل في حياتك بصورة ملموسة حياتك هتتغير وعلقتك مع أسرتك والناس هتتحسن جدا هتصير للأفضل 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 كل سنة بتعرى كلام ربنا وبتسمع كلامه هتعيش أحلى حياة وأفضل سنة وأفضل سنة يعني النتيجة إيه هتعيش أفضل وأحلى حياة ممكن تعيشها على الأرض رغم وجود الشيطان ورغم وجود الخطية والناس الوحشة وكل الصعوبات والمشاكل اللي كلنا بنقابلها هتعيش أفضل حياة الكتاب المقدس بيقول لنا إن يسوع المسيح أتى من السماء إلى أرضنا علشان يعلن لنا أروع أخبار ممكن نسمحها إيه هي أن الله يحب كل إنسان ودبر خطة لكي يعيش كل إنسان معاه للأبد في سعادة الله دلوقتي مش غضبان منك مهما كانت خطيئك لا ده ربنا عايزك تختبر خطته الرائعة اللي مليانة محبة أول حاجة ربنا عايزك تعرفها في خطته إنك ممكن تحصل على الحياة السعيدة يعني أفضل حياة على الأرض والحياة الأبدية معاه لما تعرف إن المسيح مات عشان يدفع تمن عقوبة خطاياك تعرف وتصدق قبل ما يصعد المسيح للسماء اللي جاء منها قال لتلميذ دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بإسم الآب والابن والروح القدس بالمناسبة يعني بإسم مش بأسماء فالله واحد الآب والابن وروح قدس يعني بالمناسبة مش ده موضوعنا النهاردة نتكلم في الموضوع ده بعدين المسيح قال الكلام ده في متى إصحاح 28 أربعة تلاميذ للمسيح متى يحنى لوأ ومرقص كتبوا عن حياته وتعليمه ربنا اختار كده أربعة يكتبوا أهم تعليم وأحداث في حياة المسيح لو كان تلميذ واحد كتب ناس كتير مش هيكونوا متأكدين إن اللي كتبوا التلميذ ده هو الحقيقة هو لا وهو الحقيقة كل الحقيقة هو ده لا أديك فكرة متى ويحنى كانوا من تلاميذ المسيح المقربين جداً ليه وسمعوا اللي قالوا يسوع وعاشوا معاه متى ويحنى وكانوا شهود عيان شافوا موتوا وقيمتوا من الأموات وصعودوا للسماء ده متى ويحن لوأ أخذ معلوماته من شهود عيان لحياة المسيح وكتبها بكل دقة كباحث ومؤرخ نقرأ ونعرف الكلام ده لما تقرأ لوأ صح واحد من أعداد واحد لأربعة مرؤس أضى معظم وقته مع بطرس وطبعاً بطرس هو إحدى تلاميذ المسيح المقربين ليه وشاف بعينه كل اللي عملوا المسيح وسمع بودان وتعليمه أنا عايز أقول لك حقيقة مهمة جداً وهي أن هؤلاء التلاميذ متى ومرؤس ولوأ ويحنى كتبوا اللي سمعوه وشفوه خلال مدة قصيرة من موت المسيح من أربعين لسنة ستة وتسعين من موت المسيح بعد موت المسيح أنا عايز أقول لك حاجة أنا ليه مصدق كلامهم أنا درست قانون في أمريكا درست كتير قوي درست متحنقبط المحامين ودرست قانون كتير قوي واشتغلت محامي في مكتب والدي في مصر قبل ما جاء أمريكا وأفراد كتير في أسرتي تخصصوا في المجال القانوني أخيك كبير دلوقتي رئيس مجلس الدولة فريد تناغو جدي كان محامي ووالدي وخالي بيشتغل رئيس قسم القانون المدني في جامعة كليت اسكندرية كليت الحقوق أعتقد الغاد دلوقتي أعرفش تلع المعاشر يعني عايز أقولك أن أنا بفهم في علم الإفدنس إثبات صحة المعلومات والأدلة والبراهين عايز أقولك شهادة تلاميذ المسيح واللي كتبوه لو تقدم لأي محكمة هيتقبل كدليل قاطع إن هو ده اللي قالوا وعملوا يسوع المسيح بالإضافة إلى ذلك يسوع المسيح أكد لتلاميذه إن الروح القدس سيذكرهم بكل اللي قالوا وعملوا بنقرأ الكلام ده في يحنى إصحاح 14 عدد 26 وأما المعذي الروح القدس الذي سيرسله الآب بإسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم عزيزي المشاهد عزيزي المشاهد أهم حقيقة كل تلاميذ المسيح اتفقوا عليها هي إن يسوع المسيح أتى من عند الله وصلب ليدفع تمن عقوبة كل خطيانا وقام من الأموات وصعد إلى السماء دي أهم حقيقة وأنا بطلب منك النهاردة إنك تصدقها تعالى صلي معايا ردة الكلمات دي لو أنت بتعنيها من كل قلبك يا ربنا بشكرك جدا من أجل إنك انت أرسلت يسوع المسيح ليموت على الصليب ليدفع تمن عقوبة خطيانا أشكرك إنك انت وضحت لي الحقيقة دي بأدلة خاطعة بشهود عيان يا ربنا بدأ ثقتي في يسوع المسيح النهاردة إنه مات من أجل خطيانا وبقبل يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتي يا رب أنا بشكرك من أجل محبتك بشكرك إنك وصلت لي رسالة محبتك ورسالة خلاصة وأنا بتوب عن خطيانا وبقولك إن أنا مش عايز أمشي في الخطيانا بعيد عنك تاني يا رب عايز أمشي معاك كل يوم بإسم يسوع المسيح بصلي آمين بأهنئك أهنئك يا عزيزي المستمع يا عزيزتي أهنئك لو كنت صليت السلاة دي من كل قلبكم وشجعكم إنكم تبعتولنا إيميل تتصلوا بينا علشان نقدر نفرح معاكم ونشترك معاكم في حياتكم الجديدة ونقدر نجاوب على أي سؤال ممكن يكون عندكم طبنا معاكم ونشترك معاكم فو دلي بيطم مني إني حباشي مش عالي ملك قلبي وحيير عقلي وحيير عقلي عندكم قلبي وحكم قلبي 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 سناول اشتركوا في القناة